اهلا بكم الى موجز اخبار الان قال معاون قائد العمليات الخاصة الاولى لقوات مكافحة الارهاب في الموصل العميد الركن حيدر العبيدي قال ان القوات العراقية حررت حي الصحة الاولى غرب مدينة الموصل من جهته اعلن قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت اعلن عن مواصلة قوات الشرطة الاتحادية التقدم بحذر وفرض سيطرتها على 40% من حي الزنجيلي توغلت قوات الحجر الشعبي العراقية في قريتي البواردي وقصيبة السوريتين في ريف الحسك بالرغم من تحذيرات قوات سوريا الديمقراطية بعدم اختراق الحدود السورية ما ادى لفرار مئات العائلات خوفا من عمليات انتقام محتملة قد يقدم عليها الحجر الشعبي وذلك بعد انسحاب داعش من القريتين وتقدمت قوات الحجر الشعبي العراقية نحو سوريا بعمق 10 كيلومترات هذا عدا عن النشاط المفرط لهذه القوات على الشريط الحدودي استقبل خدم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الشيخ محمد بن زايد الانهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة الذي وصل الى جدة الجمعة في زيارة الى السعودية وبحث الملك سلمان والشيخ محمد بن زايد تعزيز العلاقات الاخوية بين البلدين ومستجدات المنطقة وعددا من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك اعلنت الوكالة الدولية لطاقة الذرية في تقرير لها نشر الجمعة ان ايران تتقيد بالتزاماتها الواردة في الاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع القوى الكبرى في فيين ويفيد التقرير ايضا ان طهران لم تخص باليورانيوم بدرجات محظورة كما لم تجمع مغزونات غير مسموح بها من اليورانيوم الضعيف التخصيب او من الماء الثقيل نقلت وقيلة تاسل الانبعاغ النائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف قوله ناموسكو لا تعتزم استخدام حق النقد الفيتو ضد مشروع قرار بشأن كوريا الشمالية سيطرح للتصويت في الامم المتحدة الجمعة وقال ديبلو ماسيون يوم الخميس انه من المتوقع يصوت مجلس الامن الدولي على مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة والصين لادراج مزيد من الافراد والكيانات من كوريا الشمالية على قائمة السوداء قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم انه ما زال هناك وقت للتوصل الاتفاق بشأن اتفاقية باريس للمناخ الموقع عام 2015 على الرغم من اعلان واشنطن انسحابها منها واضف بوتين انه لن يحكم على الرئيس الامريكي دونالد ترامب بسبب قراره الانسحاب من اتفاقية باريس الى اللقاء اشتركوا في القناة